مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غادي نتكلمو في على اخر مستجدات قضية الصحراء المغربية في النقطة الاولى غادي نشوفو كيفاش ان اسبانيا بدأت عملية اخلاء الجزر المغربية المحتلة في نقطة تانية المغرب يرفع دعاوي قضائية بالمانيا بخصوص قضية فيغاسوس في النقطة التالتة اكتشاف احتياطي كبير من البترول في جنوب المغرب الاخوة الكرام قبل ما دوفت الحلقة ما تنسوش تضغطو على الزر لايك وتشاركو هذه الحلقة على اوسع نطا ونبدأو الحلقة دينا من العلاقات المغربية الاسبانية واللي كما عشناها الاخوة الكرام وشفنا كيفاش ان اسبانيا تفاجأت من بعد ما انتظرات الخطاب الملكي بفارغي الصبر الا انه في اخي المطاف الخطاب الملكي لم يشير لا من قريب ولا من بعيد لاسبانيا وكانت الصدمة كبيرة بالنسبة لسبليون بعد ما داروا مجموعة دي الخطوات التصعيدية بعد ما شفناهم في المحاكمة دي الإبراهيم غالي قاموا باسقاط تهمة دي الإبادة الجماعية على إبراهيم غالي وهذه الخطوة اللي هي تصعيدية وعادائية ضد المغرب في المسألة التانية واللي كانت مبيل الخطوات التصعيدية ايضا من طرف اسبانيا وهي اللي عشناها مؤخرا اللي شفنا بان الاعلام الاسباني دير واحد الحملة عادائية ضد المغرب اللي كيتهم فيها بمجموعة ديال الاكاذيب وسمعنا بان ربعات ديال المخزنية مغاربة اللي غادي حرقوا الى سبتا وغادي طلبوا اللجوء هاد الاكاذيب اللي خرجات وزارة الداخلية واللي كتكذبها. وايضا بين الخطوات تسعي ديال اللي اخداتها اسبانيا في هاد الاوقات وهي المسألة ديال سبتا وامليليا اللي كنا كنسمع بانهم بغاو يضموهم الى المنطقة ديال شينجل وفي اخر المطاف كتقول لك اسبانيا ترغب في اعادة العلاقات مع المغرب. كيفاش غادي ديروا لهذا والسؤال اللي غادي نطرح لكم لان هناك واحد تنقض بين الافعال اللي كتقوم بها اسبانيا ومبين ذلك اللي كتطالب بالحكومة اللي كنشوفه مؤخرا بان وزير الخارجية الجديد ديال اسبانيا يطالب بالهدوء لاعادة العلاقات المغربية الاسبانيا ونقرأ لكم الاخوة الكرام الخبر ماذا يقول اسبانيا تطالب بالهدوء والوقت والحذر لتوطيد العلاقات مع المغرب. طالب وزير الخارجية الاسباني خصي مانويل الباريس الهدوء والوقت والحذر لتوطيد العلاقات مع المغرب وجعلها متينة. وفق ما ذكرته وكلت الانباء الاسبانية. واكد المسؤول الاسباني حسب المصدر ذاته ان الديبلوماسيا تتطلب الهدوء والوقت والحذر وهو ما يساعد على فتح مسارات امنة تكون في العلاقات متينة. وقام الباريس الذي حل محل ارانشا جونزاليز لايا في اتناش يوليوز بتعيين ثلاث وزراء دولة وسبع مضراء عامين جدد في وزارة الخارجية الاسبانية. وكان رئيس الديبلوماسيا الاسبانية الجديد قد وصف المغرب خلال تنصيبه بالصديق العظيم. وكشفت مصادر اعلامية اسبانيا نقلا عن مصادر ديبلوماسية عن وجود لقاءات ومشاورات مكثفة بين مسؤولي البلدين لتجاوز الازمة الحالية. صراحة التصريحات ديال الخارجية الاسبانية كيبقى فيها شيئا ما الغموض. وعدم الوضوح لانه هم كديروا واحد الاعلان على واحد نية ديال انهم بغين يصلحوا العلاقات مع المغرب. ولكن الافعال كتلقى اشياء اخرى. والان غاديمشي والخبر اللي كنا تكلمنا عليه في حلقة سابقة وهو المسألة ديال نقل مجموعة ديال الجثث الاسبانية من الجزر المغربية المحتلة وهذه العملية اللي بدات في هذه الاتناء. والخبر يقول اسبانيا تشرع في نقل الجوتة الاسبانية نحو مليليا المحتلة كما حدث قبل الانسحاب من الصحراء عام 1975. والخبر يقول افادت مصادر اسبانية ان الجيش الاسباني قد بدأ بالفعل عملية استخراج الجوتة من المقابر الموجودة على صخور فيليز ديلا غوميرا والحسيمة. وقد تم التوقيع على امر استخراج الجوتة في يوليوز الماضي من قبل الجنرال فرانسيسكو رئيس الاركانة العامة للجيش الاسباني. وبذلك بدأ نقل الجوتة البشرية الموجودة في مقابر الجزر والصخور نحو مقبرة بوريسيما في مليليا المحتلة. ويقدر عدد الجوتة باربع وخمسين شخصا ماتوا بين القرنين الثامن عشر والعشرين ومعظمهم من العسكريين. وقالت صحيفة اسبانية انه من المتوقع ان ينتهي هذا العمل في شهر شتنبر. وقد اثارت هذه الحركة الهواجس بين العسكريين لانها تشبه تلك التي حدثت قبل الانسحاب من الصحراء عام الف وتسعمية وخمسة وسبعين حيث تم اصدار الامر نفسه تماما لنقل المقابر الاسبانية الى جزر الكناري. وهنا الخبر كما اشتم معنا رخو الكرام كيقول بان اسبانيا غادي تسالي العملية جل نقل الجوتة جل اسباني لمدفون فد الجزر المغربية المحتلة غادي تسالي في شهر سعود ولكن واشهد غادي ينهي الخلاف ان اعادت اسبانيا الجزر المغربية المحتلة لا اضم ذلك لان المغربة معروفة مع امرهم غادي تنازلوا ولوعا حب ترامل من الاراضي ديالهم هناك نشوفوا التمسك جل اسبانيا بمليليا وسبتا راح تهد الجوتة اللي كيتم نقل فد اثناء هذه راها كتمشي الى مدينة مليليا المغربية وهنا في اشارة على اساس ان اسبانيا متبسكة بهاد الاراضي المغربية المحتلة وحنا كنا نقشنا بان هاد الازمة المغربية الاسبانية وهاد النية او لهاد الرغبة ديال الاسبانيا باش انها ترجع لعلاقات راه اسبانيا اللي خسر في اخي المطاف اقتصاديا وغادي تبين ذلك خصوصا في المسألة ديال اكتساح الفلاحي المغربي في اسبانيا وكيفاش ان المغرب مسيطر على السوق ويظهر ذلك على مستوى الفلاحين الاسبان الاشياء اللي قاموا بها مؤخرا والخبر يقول الطماطم المغربية ترغيم الفلاحين الاسبان الى تقليص مساحة مزروعاتهم من الطماطم وذلك رجع بالاساس الى ارتفاع تكاليف الانتاج وارتفاع تكاليف العمالة وعدم كفاية اسعار المنتجين والمنافسة العالية بسبب الواردات من المغرب يعني هنا الى اخوال كرام كنفهم بما لا يدعو مجالا للشك بان اسبانيا محاصرة من طرف المغرب من جميع الجوانب اللي كيفسر هذا الرغبة ديالا القوية في اعادة العلاقات الا انها كتبقى متمسكة بعض الافكار والمخططات الاستعمارية ديالا وهنا اللي خص اسبانيا انها تفهم بان المغربة معمرهم يتنازلوا لو عن حبة ارامل الجوانب وحاليا هم يطالبون الحكومة بفتح ميلة في سبتا وامليليا واعادة جميع الاراضي المحتلة من طرف اسبانيا هادش اذا ما كنا نفكره في واحد الوقت ان هاد العلاقات ربما ترجع مع اسبانيا اما الان الاخوال كرام غادي انتقلوا الى المانيا والحملة جيل بيغاسوس والحملات الكاذبة اللي ولينا كنشوفها مجموعة من الدول اللي كتمارس مجموعة من الانشيطة العادئية شفنا فرنسا شفنا اسبانيا شفنا المانيا ومجموعة من الدول اللي كتكون عندها ربما انشيطة اللي هي عادئية كتخرجها عن طريق حملات اعلامية عادئية ضد المغرب فرنسا والمانيا كانوا تكلفوا بعد الحملات جيل بيغاسوس والحملات جيل الاكاديب اللي كانت كتاهم المغريف الشخص ديال السي عبدالطيف الحموشي وربما الواحد يدت بعد الحملات ديال الكذوب في الاول جيلة جيل انهم كانوا كيتاهموا المغريب بالتجسوس في الاول مني غادي يشوف الخبر يقدر يشك ويقول مدم ان هاد المصادر كتكلم بواحد طريقة اللي هي متناسقة ودرينوا واحد الحملات اللي هي ممطمة ربما عندهم بعض الادلة وكنا بقينا كنت سنة ها هما ربما غادي جيبوا ادلة على هاد الكلام اللي كيقولوا بقينا متبعين الاخو الكرام حتى الاخير وتبين في اخي المطاف بانها حمالات ديال ابتزاز عن المغريب وبالخصوص فرنسا اللي كان عندها اطماع كبيرة باش انها تشد مشاريع وصفقات في المغرب بعد ما غادي خرج للامر من ذا غادي دوزلت الاسلوب البائيس وهو اتهام الدولة المغربية بالتجسس وشفنا شنوقع وبقينا كنت سنة والادلة وغادي تبين في اخي المطاف بانها حملة ديال ابتزاز من طرف فرنسا اللي كان تبغى تشد مجموعة ديال الصفقات وكانت ترغب في الاستنزاف ديال اموال ديال المغاربة ولكن المغرب من هز الراس وقال لا غادي نشوفوا هاد الحمالات ديال الكذوب الان المغرب يفضل اللجوء الى القضاء وخصوصا في المانيا اللي غادي نشوفوا بان هناك دعاوة قضائية جديدة من طرف الدولة المغربية ضد الصحف والان المانيا اللي اخوة الكرام وانا كنقول لكم دائما نردوا البلال من البلاد اللي تشوفوها كتغطى وراء الغطاء ديال حقوق الانسان راه الدولة اللي كتتكلم بزاف وكتغطى بهاد الغطاء ديال حقوق الانسان كنلقاوها هي اكثر طرف ينتهك حقوق الانسان والان غادي يمشيوا معكم بالدليل الى المانيا لمؤخرا غادي يخرجوا مجموعة من الجهات في الشعب الالماني اللي غادي يخرجوا ضد الاجراءات الاحترازية والويقائية والتدابير اللي كي عرف العالم ما بغواش خرجوا يحتجوا بطريقة اللي هي اخلاقية ورفضة للتدابير اللي واخدها الدولة وارك تشوف ديك الساعات دولة اللي كدل تكلم عن حقوق الانسان غادي نشوفوا بان السلطات الالمانية كدخل بوح طريقة اللي هي همجية وغادي نشوفوا مجموعة ديالاعمال العنف من السلطات الامنية الالمانية ضد الشعب الالماني وهذه الاحتجاجات في اخر المطاف اللي غادي تسالي بوفاة بعض المحتجين اللي كانوا في هاد الوقفات الشرطة الالمانية غادي تبقى كتضرب وما كتشوف شكون كتضرب احتى بعض النساء غادي ياكلوا العصاد يالب الصح خلينا نمدى كشي اللي كانوا قاع في المغرب ربما بعض الاسات اذا خرجوا في وقفات مقاصم تشي واحد ومع ذلك قامت الدنيا ولم تقعد قل كلا وعلاش وكيفاش رغم ان تشي واحد مقاصم وهنا الاخوة الكرام غادي نطالبكم انكم تمشي وتشوفوا الفيديوات ديال شنوقع في المانيا وكيفاش تعطات قتلة ديال العصى لعيالات بالضبط النساء كي ياكلوا العصى في المانيا وكل شي موثق بالفيديو هنا غير باش نرجعوا غير باش نرجعوا النقطة اللي قتلكم الاخوة الكرام ارضو بالكم من الدولة اللي كتكثر من شعارة ديال حقوق الانسان راها كتلقها اكثر طرف كي تجرب هاد المسألة هدي واذا تعطاتوا الفرصة غادي يكون هو اكبر طرف كي خرق المسألة ديال حقوق الانسان وليوم اللي اسقط القناع على المانيا واليوم المغرب اللي غادي يفضل انه يرفع دعوة قضائية بخصوص هاد الحملات الاعلامية اللي كانت ممنهجة ضد المغرب في القضية ديال بيكاسوس والخبر يقول بعد فرنسا المغرب ينقل معركته القضائية الى المانيا في ملف بيكاسوس تقدم المغرب شخص سفيرة المملكة ببرلين صهور العلوي الاثنين بالمانيا بطالب اصدار امر قضائي ضد شركة نشر صحيفة المانيا بشأن ادعاءات كاذبة في اطار تقرير صحفي حول الاستخدام المزعوم لبرنامج بيكاسوس من قبل المملكة المغربية وبحسب الطلب توضح سفارة المغرب ببرلين في بلاغ لها ان شركة الصحيفة الالمانية زعمت في عدة تقارير صحفية يتحدث بعضها عن الامر كحقيقة مثبثة والاخر كاشتباه عن حصول المملكة المغربية على برنامج التجسس المسمى بيكاسوس واستخدامه للتجسس والتصنط على الهواتف المحمولة للعديد من السياسين والصحفين وشخصيات اخرى واضاف المصدر ذاته ان المملكة المغربية التي تنفي بشدة هذه الادعاءات لم تحصل على الاطلاق وبالتالي لم تستخدم البرنامج بيكاسوس واتخذ المغرب هذا الاجراء في المانيا بعد رفع دعاوي قضائية في فرنسا ضد منظمة العفو الدولية وفوربيدن ستوري ولموند وميديا بارت وفرانس راديو بتهمة اتشير هنا باش كنقول والاخوالكرام لا يصح الا الصحيح هما بدأ وحد الحملة دي الكذوب والبتيزات خلاب المغرب حتى السالو طالبهم بالادلة ما كانت لاادلة لولو الان المرور الى الاجراءات القضائية باش يتفضحوا امام العالم والان غدي يمشيوا عند الاوضاع اللي كتعيشها الجزائر اللي تلقت واحد القمعة مؤخرا من طرف فرنسا فرنسا ليخوالكرام للخارجية ديالك تدير واحد الواتيقة اللي كتنصح فيها المستثمرين الفرنسيين فين يستثمروا وشنو الدولة اللي صالحة للاستثمار وشنو الدولة للخارجية الفرنسية كتقول لهم ما تمشيوش ستمروا فيها فاذا بها كانت المفاجأة للجزائر كنا مجموعة من الدول على هاد الواتيقة واللي كتلقوا فيها الاجابة بنعم ام لا هاد دولة وشنعم هو منصوح بالاستثمار فيها من طرف الخارجية الفرنسية او لا لا كتلقوا بان مجموعة من الدول كنا مني كتلصل للجزائر كتلقوا الخارجية الفرنسية تشير الى انه هذه الدولة غير منصوح بها للاستثمار امني كتلصل المغرب وتونس كتلقى الاجابة بنعم انقرأ والاخوة الكرام الخبر ماذا يقول واضاف المصدر ذاته انه يظهر من خلال هذه الواتيقة دعوة صريحة من باريس لشركتها بعدم التوجه الى الجزائر والاستثمار فيها فيما اللافت ان ذات الواتيقة المخصصة للمغرب وتونس وردت فيها الاجابة بنعم اي ان هذين البلدين ضمن قائمة ربعين بلدا وجب ان تحظى باولوية الاستثمار لدى الشركات الفرنسية يعني هنا ليخو الكرام شنو كان سنجو بان اقرب المقربين للجزائر واللي هي فرنسا ما بقاتش بغات ترغب في الاستثمار او لشركات هي اقتصادية مع الجزائر لان دولة اللي معندها لا اقتصاد لا صحة لا احترام ديال حقوق الانسان لا احترام ديال الشعب دياله فين غادي تستثمر سمعة دياله ولت معروفة في العالم ولا معروف بان نظام الحكم دياله هو عصابة ديال الكابرانات اللي كتحكم الجزائر وشفنا المسألة مؤخرا ديال دصوير اللي كانت سابقة في العالم لنظام باكمله ديال الكابرانات كي تورط في واحد العملية ديال دصوير ديال جواز السفر وكي يقوم بالافعال ديال العصابات زيد على ذلك شكون هي الدولة اللي حمقى واللي غادي تستثمر في واحد دولة اللي ما قدرت شتوفر حتى اللقاح للشعب دياله وما قدرت شوفر ابسط الامكانيات اللي فيها الما واللي فيها الزيت واللي فيها ابسط المتطلبات ديال الحياة شكون هالدولة اللي باقي غادي تغامر مع هد النظام اللي كنشوف بان الاموال ديال الشعب الجزائري مؤخرا كنا مجموعة ديالتقارير اللي كتبين ان ملايين دولارات كتنفق على مجموعة من الدول الافريقية كرشاوي اللي كتخرج من الجزائر وكتمشي المجموعة من الدول الافريقية اللي كتترسل بطبيعة حال كرشاوي خدمة للاجندة لمعادية لوحدة الترابية ديال المغري في عواض الناد الفلوس كان خاصة تمشي في تنمية البلاد والتنمية ديال الشعب الجزائري وعليها كيعيش اليوم الواقع المر لكيتقاتل مع ابسط المتطلبات ديال الحياة. اما الان اللي اخو الكرام غادي انتقلوا الفخ اللي طحت في الجزائر واللي شفنا بان دولة اسرائيل بغد دخل الاتحاد الافريقي بصفة مراقب واللي شفنا ان دولة الجزائر عرفت بان اسرائيل كتخدم ضد المصالح الشيطانية دياله وعرفت بان اسرائيل كتدعم المغريب وبالتالي هنا غادي تحرك الجزائر وغادي تدير واحد المذكرة للاتحاد الافريقي اللي كتعرض فعلا دمام اسرائيل الى الاتحاد الافريقي بصفتها كمراقب وهد الخطوة اللي غادي انقال فيها السحر على الساحر وانقرأ والإخوة الكرام الخبر باشتفهموا معي ماذا أقول وفق وثيقة صادرة عن جامعة الدول العرب فإن الجزائر وسبع دول عربية وجهت مذكرة رسمية إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي تعتبر من خلالها قرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية وهنا الإخوة الكرام المفاجأة تكون في القرار لإخداتها الدول اللي شاركت في المذكرة مع الجزائر اللي كانت فيه مفاجأة كبيرة للبوليزاريو وغذي نكملوا لماذا لم توقع الجمهورية الصحراوية الوهمية على المذكرة الجزائرية لإلغاء عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي الجواب أن الدول الإفريقية الموقعة مصر تونس ليبيا جيبوتي جزر القمر إضافة إلى موريطانيا اشترطت توقيعها على مبادرة الجزائر بعدم توقيع جمهورية ربعية الخيام ضربة ديبلوماسية قوية صراحة للبوليزاريو اللي خلق مجموعة من الدول اللي شاركت فيه المذكرة مع الجزائر ما كتعترفش بصفة اللي هي نهائية بالبوليزاريو داخل الاتحاد الإفريقي أما الآن الإخوة الكرام غدين تقلوا للحديث حول الخيارات دي البلادنا والموارد طبيعية اللي في كل مرة وحينك القوشي حقل دي الغاز ليومكين احتياطي كبير دي النفط للقو قبالة سواحل مدينة أجادير والخبر يقول شركة بريطانيا تعلن عن وجود احتياطي نفط يقدر بملياري برميل قبالة سواحل مدينة أجادير والخبر يقول أعلنت شركة أوروبا أول أند غاز رسميا عن انطلاق عملية لاستخراج حصة في رخصة حقل النفط بمنطقة إنزغان البحرية التي تحتوي على أكثر من ملياري برميل من المكافئة النفطي في مساحة تقدر بـ 11-228 كم مربع قبالة سواحل مدينة أجادير وقالت الشركة المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز في بيان لها إن مساحة إنزغان هي فرصة استكشاف عالية التأثير في منطقة غير معروفة بشكل كبير مع إبراز أن هذه المساحة على نفس الاتجاه الجيولوجي مع اكتشافات النفط والغاز الرئيسي على طول الساحل الغربي لإفريقيا إذن إذا هنا الحين الإخوة الكرام في انتظار المستجدات ما تنسوناش بارك الله فيكم كيف يتابعونا عبر القناة ما من خارطين شمعانا حاولوا بارك الله فيكم ضغطوا على الزر جالي انخراط باش يوصلكم كل جديد وبرك الله فيكم رامني كنحطو لكم الحلقات اليوم هاد الأيام ربما كنحاولوا أننا نحضروا بوحد صفة اللي هي يومية عبر القناة دينا فبرك الله فيكم الدعم مشاركة المقاطع والضغط على الزر لايك باش نستمرو نجيبوليكم كل جديد وبشكل اللي هو يومي وانتظرونا كل يوم على الساعة التاسعة مساء والسلام عليكم ورحمة الله